مبروك النجاح الله يبالي فيك ودايما دايما يقولوا كده نجاح مستحق وتأدير جي متأخر أنا بقول الجملة دي أنا مكسوفة بس حضرتك ليك رؤية تاني لا هو مش متأخر هو كل حاجة بمعادة لأن أنا في حسابات تاني عندي مش كل اللي هيمس اللي يبقى نجم أو بطل ربنا خلقنا درجات فيه مجوم في أماكنهم بس فيه ناس مش متصلحة مع الفكرة دي أو بطاعة سنين عمرها يعني الرضا أنا حساباتي تانية أن ربنا معوضاني بحاجات تانية كتير زوجة ربنا كرمني بيها 26 سنة جواز وربنا يديها الصحة والعافية بنتين ولد الحمد لله تعلمين محجبات عارفين الحلال والحرام زي ما تربينا بيصاد الوقت بوقته فده رزق وصحة وبيت واستقرار وطلت عمر ربنا يخليهم الحمد لله ربنا يخليهم لك ويزيدك من الرضا والسعادة ومحبة الناس والرضا دي على فكرة نعم ربنا بيديها البنات طبا الحمد لله طيب حصلت معك ازاي اولا انا عايز اقول حاجة ودي عايز اقولها رسالة لكل واحد كل واحد بياخد نصيبه في الوقت اللي ربنا محدده بس تبقى عندك يقيم بالله سبحانه وتعالى انا عملت عمرة قعدت ثلاث يام في الحرم وطلبت من ربنا ودي كسالة ان انت صف قلبك ما تشلش من حد وقول يا رب واطلب منه هو هيسخر لك الكون كله اه ده حقيق دي اخيق المفاكئة بقى او مش المفاكئة تأكيدا لكلامي الدور ده ما كانتش بتاعي دور ده جالي قابليها بساعات يا قبل بداية المسلسل بوقت قصادها جالي قابليها بيوم المغرب يا زميل طبعا مش هادر قول اسمه جات لكورونا قابليها بيوم فالكورونا هتقعد عشر اخمستاشر يوم زي ما احنا عارفين والتصوير لازم لازم ولازم تصور وحجزين وبتاع فكلمني لأستاذ خالد الحلفاء والمخرج المحترم قال لي يا عم اسمعين احنا السنة دي حبينا نشتغل من غيرك فربنا عقبنا فقال لي ده نصيبك ورزقك لليه دعوة بتمثيل هو نصيبك ورزقك فاول ما قالول انت تطلع والد الفنان اكرم حسني انا عتتحك اسمعنا لان انا كنت اعامل معه مصرحية انا وهو والفنان شيك والفنان نشان ماجد وقيت نعامل ونشان مصطفى فحصلت عشرة في المصرحية دي فهو على المستوى الشخصي في بينه وبينه حالة حب ومعما قلت عليه كلام كتير مش هوفين فطبعا اول ما حصل ده طبعا المغرب الكلام ده حصل الستيليست تتكلم الورقة بعد مش عارف ايه المشاهد ايه بتاع ربنا كرم اشتغلنا خمس ست ايام بالحالة دي ونص اللوكيشن جات لو كورونا برضو اما انا عايز اقول برضو المسلسل ده تقعبنا في قوي 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 فاللهو ملك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا انا ما مثلتش يعني كل الناس قولك انت جهزت ازاي والله ما جهزت حاجة يعني شخصيتك الحقيقية كده انت بتنقف ولادك كده اه بس مش بده طبعا مش قوي كده بس اقول حاجة عشان جلجل كان مطلع عينك اه بس هو هاتي اي قب في الدنيا بيخش على وقت سابين النور مولع ايه وده وده كل اولادنا كده يعني انا صغيرين كده فهي شخصية الاب المصري اللي في كل بيت يعني انا ما عملتش كاراكتر او هو هو ده الاب المصري يعني التعليقات الجميلة بالمناسبة بعيوبه يعني بعيوبه بكلامه السلبي اللي بيقوله له بكل حاجة بس في حاجة عادك هو برضو عايز اقول حاجة لأولادنا اوعى اتفكر ان التعنيف اللي ابوك بيعمله معاك هو عايزك احسن منه ده بجد مش رأيانا ده ده قانون الحياة غير عليك يعني احسن منه فلما اجا اقولك اعمل ده وما تعمل هو خايف عليك بس مش رأيك تنعمل العلاقة اللي كانت بينك وبين اقرب حسني اقدر افسرها بكلام حضرتك المعرفة القديمة او الشغل القديم بينك وبين اقرب حسني اتطورت اتوتدت يعني اثناء التصوير طبعا اشرة بعد ما نرجع نروح فاصل بسرعة كده ونرجع ناسأل على بما انه بقى الدور جاء متأخر ده نحفظ ولا عملنا ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة